سيطيبا للجميع مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا اللقاء مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بيوم الغد بحول الله اضطراب جوي سيلتحق المناطق الشمالية خاصة المرتفعات الوسطى والشرقية مرفوقة ببعض الأمطار من حين لآخر للإشارة فقط الرياح ستشتد على المرتفعات تصل سرعة 60 كم في ساعة خاصة الهضاب العليا الغربية مرفوقة بزوابع رملية جنوبا أجواء غائمة من أقصى الجنوب وسط الصحراء مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية منطقة الوحات مرفوقة ببعض القطرة من الأمطار خاصة على منطقة الوحات للإشارة فقط زوابع رملية بكثرة بحول الله على أقصى الجنوب وحتى بوسط الصحراء درجات الحرار الدنيا لهذه الليلة إن شاء الله تتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات على السواحل وكاعد المقياس ثلاث درجات على المرتفعات الغربية جنوبا 9 درجات بي بشار 9 درجة بيتين دوف 24 درجة على وسط الصحراء وأقصى الجنوب وكاعد المقياس 26 درجة بمنطقة إليزي يوم الغد بحول الله درجات الحارة القصوى تبقى فصلية خاصة المناطق الداخلية الشرقية وحتى المناطق السحلية الوسطى والغربية مع 20 درجة منتظر بحول الله على العاصمة نفس المقياس بي وهران سطيف وحتى بالجلفة وكاعد المقياس 15 درجة على كل منتيارات من شرية عامة والبيض 24 درجة بي بشار 28 درجة بيتين دوف 30 درجة على مرتفعات الهوغار والتصيدي وكاعد المقياس 41 درجة على كل من برج بج مختار وعنقزام البحر يوم الغد بحول الله يبقى هائج خاصة على السوحة الوسطى والغربية الرياح ستشتد سرعتها تصل 70 كم في ساعة للسوحة الغربية 60 كم في ساعة للسوحة الوسطى ضعيفة تماما على السوحة الشرقية لانتتعدى العشرين كم في الساعة غرب الشمس على العاصمة وضوحها في حدود السابعة وستاش دقيقة ودائما لأكثر تفاصيل عن أحوال طقس مواقع الأرصاد الجوية تبقى في الخدمة ومصية طيبة للجميع والسلام عليكم